اشتركوا في القناة وإلى أن يقتنس على أقل تقدير المركز الثاني في هذه البطولة وفي هذا الموسم على أساسا يكون حاضرا في المنافسات الأوروبية من خلاله في المنافسات الأسيوية يعفن وهي الأفريقية لا هي أوروبية ولا هي أسيوية أفريقية أفريقية ما تعودنا لكن يتمنى بأن يكون حاضرا أيضا في دولة أبطال أفريقيا في الموسم الغادم كما هو حاضرا في هذا الموسم ويتمنى الذهاب بعيدا في كاس الكونفيدرا الرجل الذي سبق والنصر لمنتخب الجزائر في الكثير من المناسبات السابقة حالسا لمرمى المولودية في المباراة اليوم وصافر طليق مشاهدينا خطين الأحمر والأخضر في القميص السلابيض بينما في الجانب المقابل شباب بالمزداد أيضا بالألوال التقليدية كرة مع البداية فيها محاولة تسديدة في اللقبة الماضية لكن أيضا تأتي من أمام عبد الرحمن أنتصار في هذا الديربي المنتظر الكبير كرة فيها محاولة من تسديدة قوية استدمت الكرة الماضية وكرة اللعب حامية محمد أحمامين وصلت في الجانب المقابل لكرة من خلال هيات التقدم من محمد يريات لا سنة المحاولة مستمع العرضية تأتي في مطقة تساول كرة بعد ذلك خطير من دروقه خطير المحاولة والهرأة الماضية لكن أيضا تأتي دفاعية تمنودية كرة ملعومة مباشرة نعمل شكل رائع تسديد في مرة أولى المرة الثانية والتسديدة والإبعاد بعد ذلك من نوماني في توقيت مميز تدنيا تدخل ويبعد الكرة الماضية ثم تصل السهلة عند حارس المرق كان منافسات بطولة الدوري الأسبان كرة فيها محاولة جزا خطير الكرة الماضية لكن أيضا رائع موجودة والتسلل حاضرة والإشارة تأتي بوجود ركل حرة غير مباشرة لمصلحة المولودية في اللقطة والمحاولة الماضية حضور جماهير جيد لكنه ليس بذلك الحضور الكبير حقيقة أو المنتظر هذه الكرة الماضية لا وجود فيها للتسلل الكرة والتمريرات الماضية فرحة الجماهير الحاضرة الكبيرة في ملعب خمسة جويلية التي جاءت من أجل مساندة الفريق من أجل مؤسرة الفريق من أجل الوقوف خلف الفريق ومن أجل نقاط لمبارات الثراث بكل تأكيد تدويج لقب منافسات بطولة كاس الجزار هذه الكرة الماضية هو الجدل الذي دار حولها من خلال ساق لمصلحة الاتحاد أو لمصلحة مولودية جماعة ما بين الفريقين لذلك نعيد ونكرر بأنها ليست التاريخية الأكمل كرة فيها محاولة تزديد لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب محاولة فيها لقطة الملعب في الكرة الأقلة الملعب في اللقطة والكرة الماضية كانت عن طريق سيد أحمد أدويس حوالي بعادنا خارج أرضية الميدان منعوب الكرة في منطقة الجزاء تهيأت نازلت مستمرة تزديدة قوية جدا لمست يد ولا لا مرت تزديد من سيد أحمد عواج إن كان الشك يراودنا في الأولى فهذه ما فيها شك كرة فيها تزديد قوية فطير المحاولة في الماضي يا السلام يا السلام كرة بتزديدة في غاية الربع تأتي من حشود عبد الرحمن في قيمة هذا الرجل يجب أن تعلم بأن هدوء مطلوبة وبالتالي لا نشاهد ذلك القدر الكبير من الأهداف المسجلة الآن حشود عبد الرحمن سدد وصدمت في اليد اليمنى لكريم نمديل وبالتالي يأتي القرار بوجود ركلة جزاء لمصلحة مولودية الجزاء لا 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 سجله أبو قاسم يواصل التألق نعم لكن ليس أمام عبد الرحمن حشود عادت إليه الكرة وهو عها في المرمى شوف الكرة تلني برابو 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 خالد أبو قاسم ذهب في المكان المناسب لكن عادت مرة أخرى بعد قدم يسرى تصدى لعب أبو قاسم رؤسية وفي المرمى وهدف تقدم يأتي الآن هدف التقدم نعود للتذكير إلى نقطة تطرقت إليها خالد يتصدى للكرات لكن يتصدى لها في مكان يشكل عليه خطورة صافرة النهاية مشاهدينها ينتهي من خلالها شوط المباراة الأول بدف لمولودية الجزاء على الشباب الوزداد بالصوت والصورة إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع الزميل خالد القحطاني وضيوفه في الاستوديو خالد تفضل كانت حاضرة يعني منذ شوط المباراة الأول لا تغيير لا تبديل على الأسماء يستمر بادو الزاكي بخالد أبو قاسم في حراسة المرمى مع كرة فيها محاولة مرتدة سريع الآن لمصلحة المولودية ملعوبة بالشكل مثالي جدا رائع في منطقة الجزائر بعد ذلك السهل عنه قاسم وامام ميحيا الشريف وحامي محمد أمين هذه الأسماء التي تلعب في تشكيلة بادو الزاكي لفريق نادي شباب الوزداد بينما في الجانب المقابل مولودية الجزائر وكان وضعت المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم شاوشي مرة أخرى من راجي وليد سدد كنا تغير سلام يا أبي القاسم يا سلام يا خالب قاسم شوفوا ماهير مولودية يا سلام يا سلام هذه الشباب الوزداد المدرج يقدمون هذه الدخلة وهذا التيف رائع جدا هذا كان آخر ألقابة كأس الجزائر فينك جيدا شعرك بمدى العشق الكبير لكرة القدم في الجزائر جماهير الجزائر وترى هنا في وقت سحور لا تتأخر المبادر لا تتأخر المبادر أصحاب الدار مولودية الجزائر الآن هو من يمتلك زمام المبادرة هنا من خلال إحداث هذا اللقاء في اللحظات القليلة الماضية كرة في محاولة مرور خطيرة خل المنطقة لا زالت الخطورة مستمرة وكرة بتزديد قوية جدا تأتي لكن لكن بعد ذلك المحاولة إلى خارج أرضية الملعب والتدخل والكرة بعد ذلك تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة ركنية والجماهير في المدرج نظر من يقود مدرج أولة مرور التقدم يأتي العرضية خطيرة لا زالت داخل المنطقة والكرة عرضية بعد ذلك تصل سهلة عند فوزي شاشي تصل سهلة عند فوزي شاشي في المنتخب الإنجليزي ونجح الكرة فيها محاولة راية موجودة تسلل ونجح بادو الزاكي في الوصول وخروج بنتيجة التعادل أمام المنتخب الإنجليزي وصلت المغرب إلى الدور الثاني كأول منتخب عربي فيها البالي بعد ذلك بعد ذلك هذه الكرة لحظة خروجها تسلل موجود وراية صريحة وواضحة كما المغرب بعد ذلك تأهلت إلى الدور الثاني وخسرت أمام ألمانيا معها صافرت النهاية مشاهدين متابعين في كل مكان يطلقها حكم المباراة ليعلن رسميا انتصار فريق شباب أو مولودية بهدف مقابل لا شيف سجل حشود عدرحمن مع نهاية أحداث شوق المباراة الأول يرتقي المولودية إلى المركز الثاني خفو فاقس طيف وبفارق أربع نقاط فقط 47 نقطة المولودية أمام التحاد عباس صاحب الخمسة والأربعين وخلفها على المتسطف صاحب الواحد وخمسين نقطة نلتقي بحول الله في مباراة أخرى تنتم بحفظ الله ورعاية تقبل الله طاعتكم رمضان كريم بالصوت والصورة لستوديوهاتنا في الدوحة مع زميل خالد